السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهرام السلام كل باسماني. تعبير عن صناعة الفخار. او وضعية نجاية عن صناعة الفخار. او حرفة صناعة الفخار. موجود في القناة تعبير كثيرة عن هذا الموضوع. اليوم كنت لكم موضوع جديد فيديو جديد عن هذا الموضوع. يا رب يعجبكم تستفيدوا منه. كلمنا عن صناعة الفخار. اه طرق اه طرق صناعة الفخار او مراحل صناعتها اه اهمية هذه الصناعة. تعد صناعة الفخار من اقدم الحرف الانسانية منذ الاف السنين. تمكن الانسان من تحويل الطين الخام الى قطع فنية ذات اشكال والوان متنوعة. مرت صناعة الفخار العرض. دي المقدمة كده اترك فراغ مسافة كلمة. دع نقطة اترك فراغ مسافة كلمة. مرت صناعة الفخار بتطورات هائلة. حيث ابتكر الانسان تقنيات جديدة لتصنيعها وتزيينها استخدم الانسان الفخار في صنع الاواني ولا ودوات المنزلية و الى جانب التماثيل و الزخارف الدينية. تبدأ مراحل صناعة صناعة الفخار مراحلها تطورها عبر الزمن بعدين مراحلها تبدأ مراحل صناعة الفخار بانتقاء نوع الطين المناسب ثم عجنية وتشكيلية يدويا او باستخدام عجلة الفخار وبعد ذلك يتم تشفيف القطعة وتزيينها بزخارف قبل تعرضها للحرارة او قبل تعرضها للحرارة العالية في فرن خاص تعقص صناعة الفخار هنا كده اهمية صناعة الفخار تعقص صناعة الفخار ثقافة وحضارة الشعوب وتجسد ابداعين ومهارتين وتستخدم الاواني الفخرية في مختلف احتياجات الحياة اليومية مثل الطهي والتخزين والتقديم وانا ننسى انها مصدر رزق لكثير من الناس وتساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتجذب السياح خاتمة ابداء رأيي ونصحت بالمحافظة على هذه الصناعة نترك فراغ مسافة كلمة في بداية الخاتمة تحافظ صناعة الفخار على الهوية الثقافية والتراث الانساني فلنحافظ على هذه الحرفة العريقة والنشجع الحرفيين على مواصلة ابداعين ولنورث الاجيال القادمة هذا الارث الغني او العريق ولنورث الاجيال القادمة هذا الارث الغني شكرا جزيلا نحوز الاستماع دمت ورأيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر